جمعية بهذا الاختصاص بتعنا في مرضانا سواء في التلسيمي أو في أي مرضى ثاني هذا شيء ممتاز جدا في مجتمعنا أنه بيعنا فيه مشاكل إحنا واجبنا ندعمهم ونوقف معهم للتخفيف عن معاناة هذه الفئة إحنا أيضا بنشكرهم هذه الجمعية قامت في شيء مهم جدا في طول كرم في معالجتهم في إدراجهم في المجتمع حل مشاكلهم الآن هم يعني كثير من المرضى بيعيشوا حياة طبيعية جدا جدا عندهم تفوق عندهم إبداع وسجلوا إبداع إن الشعب الفلسطيني في المسابقات اللي صارت في الخارج وخاصة في الأمارات وحصلوا على جائزة مميزة هناك هذا الشيء إحنا رح نعزز العلاقة معهم سيكون هناك زيارات لهذه الجمعية للوقوف عن كثب عن مشاكلهم وسيكون هناك دعم إن شاء الله قريبا إليهم سواء بالنشاطات أم بالدعم المادي إن شاء الله زيارتنا اليوم هي لشقيا أول شيء تكريم المحافظ لأنه كان سبب في دعمنا في ترشيحه إنه للفوز بجائزة أفضل جمعية متميزة على مستوى اللطن العربي طبعا الشق الثاني اللي هو تعريفه في جسم المجلس الشبابي أهدافه قيمة تشكله ومين هم أعضاؤه فالمطالب اللي منحملها المحافظة هي زيادة الدعم إنه للمجلس الشبابي تنفيذ البرامج تنفيذ نشاطات الدعم في البرامج سواء كان مادي أو مانوي أو حتى بمساعدتنا في إنه نستعمل المحافظة أو نستفيد من وجودنا في المحافظة حتى تكون دائما هي طول كريم معروفة إنها محافظة التميز يعني